دراسة تبدو صادمة في نتجتها لكنها تدق نقص الخطر يحيل الاهتمام بصحة العقلية إذا أشارت دراسة أمريكية جديدة نشرتها المجلة الطبية لانسيت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستشهد زيادة بنسبة 367% في حالات ألزهايمر بين سكانها هذا شيء يجب أن تكون الحكومة وصانع السياسات في هذه البلدان على دراية به فيما يتعلق بالتخطيص لإعداد الأشخاص المصابين بألزهايمر الذين توقعوا أن يعيشوا في هذه الأماكن في المستقبل توقعت الدراسة زيادة في عدد الحالات التي من المرجح أن تشهدها المنطقة في العام 2050 مقارنة بالأرقام التي تم جمعها في عام 2019 قبل انتشار وباء كورونا يعتبر النمو السكاني والشيخوخة من الأسباب الرئيسية لزيادة الأعداد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقا للباحثين وفي أماكن أخرى من العالم تلعب أنموات الحياة دورا أكبر في زيادة خطر الإصابة بألزهايمر بما في ذلك التدخين والسمنة وسوء التغذية نحن في الأوساط الأكاديمية نتحدث عن الأهرامات السكانية لدينا القاعدة الأوسع في القاع وهي الشباب ومع موت السكان الأكبر سنا سيكون لدينا هرم سكاني مشوه للغاية وهو ما يخلق شعورا بالضغط على أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية حول الطريقة التي سنعتني بها في هذه الفئة العمرية من السكان وفقا للباحثين فإن نظام التعليم الجيد قد يشكل فارقا عندما يتعلق الأمر بإيصال الرسائل الصحية وتبني الأشخاص عادات جيدة خلال حياتهم تعتقد الدراسة أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن يتعايش 153 مليون شخص مع مرض الزهايمر في جميع أنحاء العالم ارتفاعا من 57 مليون في العام 2019 ينضم إلينا من مدينة هيدرسفيلد الإنجليزية الطبيب المقيم في تخصص طب الأسرة دكتور زيد سبع العيش أهلا بك معنا عبر شاشة الغد دكتور بداية الحديث عن مرض الزهايمر سيتضاعف ثلاث مرات حتى عام 2050 ما حقيقة ذلك ودقة هذه الإحصائيات صباح الخير وشكرا للصدر الحديث هو عن دراسة عالمية أجريت في 195 دولة اعتمادا على الأرقام 195 دولة لدراسة التغييرات المتوقعة لأعداد المرضى المصابين بالخرف بالمقارنة ما بين عام 2019 وعام 2050 وهنا يجب أن يميز بين الزهايمر والخرف الخرف هو المصطلح العام لتراجع القدرات الدماغية أحد أهم أسباب مرض الخرف هو الزهايمر وهناك أسباب أخرى أيضا الدراسة اعتمدة كما ذكرتم في التقرير في توقعها على ثلاثة من العوامل التي باتت مرتبطة علميا بحدوث الخرف في سن متأخر وهي السمنة وارتفاع ضغط الدم والتدخين نعم الأعمار التي يستهدفها هذا المرض هل سيكون الأمر كما هو عليه الآن وفق الدراسات بعد عمر معين سيصاب الإنسان بهذا المرض؟ نعم هو المقارنة ما بين عام 2019 وعام 2050 المتوقع لم تجد فرق في أو لم تجد أن المصابين سيكونوا بعمار أقل بل هي نفس الأقام والمعروف أن مرض الخرف قد يصيب الناس في عمر فوق 85 عام إذ وجدت الدراسة بين 25% إلى 30% من الرجال والنساء قد يصابوا بالخرف الآن وفي عام 2050 في أرقام متقاربة فوق عام 85 هل يمكن أن يشتكي صغار السن من هذا المرض دكتور؟ هذا المرض قد يصيب الناس في عمر 40 و70 عام ولكن هذه النسبة ضئيلة جدا إذ لا تتعدى النصف بالمئة بحسب التوقعات لماذا الزيادة الملحوظة وفق الدراسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دون دول العالم؟ بالحقيقة هناك عوامل كثيرة قد تساهم في الزيادة هذه وأهمها النمو السكاني وزيادة معدل الآمار كما تعلم منطقة الشرق الأوسط منطقة غنية بالشباب مقارنة بمعارة مثل غرب أوروبا وجنوب شرق أسيا ولذلك هؤلاء الشباب في عام 2050 سيصبحون من كبار السن وبسبب تقدم العلم وتقدم الطب من المرجح أن يعيشوا لآمار أطول فهذا يزيد قصة وصولهم عمره 85 وبالتالي من فرصة حدوث هذا المرض مع أعداد منهم الأسباب دكتور تحدثنا فيها ولكن بنوع من التفصيل أبرز العادات السيئة التي تتابعونها في منطقة شمال إفريقيا شرق الأوسط أو حتى دول العالم والتي بسببها بعد فترة طويلة يصاب الإنسان بهذا المرض ما أبرزها؟ نعم هناك كل ما يقال عن المسببات وليس مسببات مباشرة ولكن هي مسببات مرتبطة في حدوث الخرف علميا لأنه من الصعب إثبات وجود مسبب حقيقي وفعلي ولكن الأشياء التي قد تساهم في تطور الموضوع هي الأشياء مثل السمنة والعادات التدخين زيادة نسبة السكر في الدم استهلاك الكحول بنسب مرتفعة وهناك عوامل أخرى بيئية قد تساعد مثل المشاكل في التعليم نظام التعليمي التطبيق الصحي عدم وجود جاهزية عامة لدى المجتمع بالتعامل مع الموضوع الآن نتحدث عن الحماية من هذا المرض والكثير يقول أنه إذا كان الإنسان يذهب باتجاه أن يكون مريض بمرض الزهايمر ماذا عليه أن يفعل في سن مبكرة في العشرينيات والثلاثينيات من عادات يمكن أن يغيرها على صعيد شخصي على صعيد العائلة وأيضا على صعيد المجتمع وكما ذكرنا للتقليل من المخاطر علينا التعامل مع الأمور مبكرا مثلا محاولة المحافظة على الوزن المثالي إذا كان الإنسان يدخن الإقلاع عن التدخين محاولة تحديد أو إيقاف التعاطي الكحول أيضا المتابعات الطبية المستمرة لمتابعة في حال وجود أمراض مثل ارتفاع ضغط الشرعين أو السكري والتفقيف بشكل عام للأجيال القادمة حول أهمية هذه الأمور لبناء جيل كامل جاهز على تعامل وحي الأمور نصيحتك دكتور في الختام للمشاهدين الذين لديهم حالات بالفعل موجودة مرض الزهايمر في المنزل كيف يمكن التعامل مع أصحاب هذا المرض لمحاولة دمجهم بداية وأيضا التخفيف من أثر هذا المرض نعم أصحاب من يعانينا من مرض الزهايمر يحتاجون إلى نظام صحي متكامل يحتاجون إلى رحاية صحية متكاملة للأطراف من حيث الرعاية الطبية والتمريضية والتمريض المجتمعي والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وما إلى ذلك لذلك أنا نصيحتي لكل من يعاني من هذا المرض ومنهم حوله التأكد من وجود الرعاية الكاملة لأن المريض يحتاج كما ذكرت رعاية طبية وتمريضية في إضافة للعلاج الطبيعي للمحاولة على حركته ونشاطه والمحاولة التقليل من أثار هذه المشكلة من مدينة هيدزفيرد للإنجليزية الطبيب المقيم في تخصص طب الأسرة دكتور زيد سبع العيش شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر